السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نعتذر على ان مرت اسبوعين لما نزل الفيديو انشغلت حصلنا شغل وش انشغلنا نعنيم كذا الفيديو هات تقل نسبيا بس ان شاء الله بحاول ضعفها وبما اني ما نزلت فيديو هذي اسبوعين وانتو ما نفيتش خمسين لايك عارفة مكان صعب فالهذا بانزل النتيجة وتابعوا الفيديو لا تنسى المقطع ويلا معنا طبعا باتقول لي وش هذا الطيارة مختلفة باقول لكم انها كانت مربحة منها عاطلة او غربانة فالهذا قررت اني احاول اسويها بثلاث مراوح وطبعا الشغلة كلها اختبسط لانها كلها كانت مضبوط على 4 مراوح فالهذا الواير ذي كان حقها الواير من داخل كان محروق يعني ما في ما في وير يعني كان ما في بس الخارج بلاستيك قطعة بلاستيكية وخلاص فالهذا انتكبنا ومعذر منكم ان شاء الله تتفاهمين طبعا تطير بهذا الجهل لنا المروحة الاخيرا نعرفه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخيط و طيير الطيار لكن في الحقيقة هو الخيط كنت هنا فوق الكاميرا والخيط كان يسحب لا يسحب يعني كأنه فوق هذا فقط هو مستقيم كما الكاميرا التصوير كان ما ركز عليه والتحكم حقها كان صعب هذا ليش ما ركزتش تقدر تقول ناجحة تقدر تقول ناجحة يو اقدر اقول لكم ان النتيجة مكانتش لا فاشلة ولا ناجحة تقدر تقول ناجحة نسبيا اذا عجبك الفيديو لا تنسى لايك وتشترك بالقناة وتعلق اسفل الفيديو هل هذا هل هذا الطائرة ناجحة او لا ولا لا تنسى انك تفعل الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بامام الله